مع مرور ايام شهر رمضان المعظم ينتظر المسلمون بلهفة حلول عيد الفطر المبارك فهو فرحة للصائم وهدية من الرحمن لعداده الصائمين العابدين الساجدين الحامدين الشاكرين له عز وجل وفي هذا الفيديو سنطلعكم على موعد عيد الفطر في المغرب وباقي الدول الاسلامية فبخصوص مصر وباقي الدول المجاورة لها ووفقا لما اعلنه المعهد القومي للبحوث الفلكية فان اخر ايام رمضان سيكون التاسع من ابريل المقبل وموعد عيد الفطر لهذه السنة فلكيا سيكون العاشر من الشهر نفسه اي يوم الاربعاء مستوفيا بذلك للتلاثين يوما اما بالنسبة للمغرب فالحسابات الفلكية تشير الى ان هلال شهر شوال سيولد يوم الثلاثاء التاسع ابريل على الساعة الحادية عشر مساء وثلاثة وعشرون دقيقة بتوقيت درينتش وستغرب الشمس في المغرب يوم الثلاثاء التاسع ابريل على الساعة السابعة واربعة وعشرين دقيقة مساء وستحدث لحظة الاقترام بين الشمس والقمر يوم الثلاثاء على الساعة الحادية عشر ليلا وثلاثة وعشرون دقيقة بتوقيت درينتش أي بعد غروب الشمس في المغرب ومن المتوقع أن يكون هلال شهر شوال مرئيا في المغرب بعد غروب الشمس يوم الثلاثاء التاسع من أبريل لذا فإن عيد الفطر المبارك بالمغرب فلاكيا سيكون يوم الأربعاء عشر أبريل ولن يستوفي الثلاثون يوما هذا وستعلن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية عن موعد عيد الفطر المبارك بعد ثبوت رؤية الهلال إذ ظلت جميع توقعات موعد خلول الأعياد في المغرب دقيقة لكن المملكة لا زالت تعتمد على رؤية الشرعية للهلال التي من خلالها تعلن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية عن بداية الشهور القمرية استنادا إلى الحديث النبوي إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا ويعود سبب تقييد المغرب بالرؤية بحسب مقال منشور في موقع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إذ إننا نحن معشر المسلمين يجب علينا أن لا ندخل في بداية أي شهر قمري هلالي إلا بعد التأكد من رؤية هلاله عشية اليوم التاسع والعشرين من الشهر الذي سبق وبحسب المصدر نفسه فإنه في حال لم تكن رؤية الهلال ممكنة عشية اليوم التاسع والعشرين بسبب الغيم مثلا أو بسبب الرؤية لم تثبث رغم الصح فإننا نزيد يوما آخر إلى التاسع والعشرين لنكمل العدة الثلاثين حيث تكون الرؤية تابثة قطعيا سواء راقبناه وعاينناه أم لن نفعل ورغم أن اعتماد وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية على الرؤية راجع بالأساس على الجانب الديني فإن الموضوع له شق علمي أيضا ذلك لأنه في بعض الأشهر القمرية يكون الهلال في نطاق لا يمكن أن يرى والتوقعات الفلكية بشأن بداية الأشهر القمرية لا يحدها زمن سواء في المستقبل أو حتى في الماضي البعيد إذ يمكن التأكد حاليا من دقة تواريخ الأشهر القمرية في بداية الإسلام أو ما قبل لذا فمن المرتقب أن تتوحد جميع الدول الإسلامية في عيد الفطر لهذه السنة ترجمة نانسي قنقر